نشرت قناة CNN الأمريكية مقاطع رصدتها كاميرات المراقبة تظهر المدعو مصطفى مدني أحد المتهمين الخمسة عشر بقتل جمال خاشقجي وهو يغادر الباب الخلفي للقنصلية السعودية بعد أربع ساعات من دخولها مرتديا ملابس ونظارت وساعة خاشقجي بعد مقتله وذلك للإحاء بأن الأخير قد غادر القنصلية وأظهرت الفيديوهات المسجل مصطفى المدني وهو يسير في الشارع وصولا إلى ساحة المسجد الأزرق في منطقة السلطان أحمد حيث تخلص من ملابس وساعة خاشقجي وعاد إلى الفندق الذي يقيم فيه وقد لاقت هذه الحيلة سخرية واسعة نظرا لساذاجتها وعدم انطلائها على أي أحد